سيحرص مدرب المنتخب المغربي وليد الرقراغي على منح الفرصة للاعبين جدود لارتداء قميص منتخب أسود الأطلس عندما يواجهون منتخب بوركينفاسو وديا يوم الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل بمدينة لانس الفرنسية وبعدها مواجهة منتخب ليبيريا في السابع عشر من الشهر ذاته في مدينة الرباط برسم الجولة الأخيرة من تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام مطلع السنة المقبلة وفي هذا الإطار حصل موقع العربي الجديد على معلومات من مصدر مقرب من مدرب المنتخب المغربي وليد الرقراغي توفيد بأن هذا الأخير يعتزم دعوة مهاجم نادي توينت الهولندي يونس طاها والمعروف في الأوساط الرياضية بهولندا بلقب زياش الجديد إذ يريد منحه فرصة تمثيل المنتخب المغربي الأول بعدما تألق مؤخرا برفقة المنتخب المغربي الأولمبي في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تووج بها المنتخب المغربي ومن المنتظر أن يستدعي وليد الرقراغي اللاعب يونس طاها البالغ من العمر 20 عاما فقط ليهدد بذلك مكانة مواطنه أسامة الإدريسي لاعب نادي إشبيليا الإسباني الذي لم يقتنع أعضاء الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي بمؤهلاته الفنية والبدنية بعد حضوره خلال المبارتين الأخيرتين لمنتخب بلاده ضد كل من الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا إذ يطمحون لفسح المجال أمام لاعبين شباب من أجل اختبارهم خلال الشهر المقبل استعدانا لمنافسات الكان المقبل